اشتركوا في القناة 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 هذي كي حرقوا الزبال بطريقة جدا عشوائية فهذاك هذك 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 شل الميكروبات وهذاك هذك الدخال اللي كي خرج كي يشكلية مشكل كبير جد جد كبير على الصحات يعني عنده تأثير سلبي لعليال على الساكينة هنا يا بالإضافة إلا الحشرات اللي كي نقلو الميكروبات اللي كي نقلو نقلو أمراض خطيرة وقاتلة ولكن ماس ما كي يعوش بيها هكي جبالي كي زبالة مجموع عليها الدبال كي كيرمي فيها ملحوت ملتاج وكي تبقى من الصباح والتل رواحو وهي بهذاك 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 الزبال ديالها لي كي يعطي واحد ريحة اللي جد كريها للكلاب كي تجمع لها كي يجو كي بدو كي شرقوا فدوك الخناشي كي بدو كيرمو ذك الزبال هكاك وما كي تقاسب دوك دوك الحشرات اللي كي يقولون لك احنا الأمراض أحسن مثل هو الأخ ديال الصغير لأنه عطته واحد الحشر اللي قاتلة كتقتل جبالنا نحنا تدركنا الموقف قبل ودنا عن طبيب وعرفنا بأن هذاك المرض راه قاتل وعالجناه تخيلوا معي يدري انتع ستشهور كي يضرب أربعة منفات حفو جهو كل سيمانا لمدة ستشهور راه حولة ولا قواتلة بالله لكي نتحدث انه عيني شكراً اشتركوا في القناة